وفي احتمالات غيابات في المرحلة المقبلة او في المواجهة المقبلة تحديدا في اطار متصل عن النادي الاهلي لكن بعيدا عن المواجهة المقبلة النهاردة نشرت صورة لامير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي وهو بيجري مفاوضات عبر زوم وقيل انها تخص تفاوض بشأن تعاقدات مقبلة في الصيف على مستوى المهاجمين وتقال انه مع الصورة دي اللي ممكن ننشرها مع حضراتكم دلوقتي ان هي في اطار التفاوض لضم اللاعب الافواري جون فليب كراسو جون فليب كراسو هو لاعب افواري الجنسية عنده 25 عاما واللاعب ده من المتقلقين في سانت اتيان هذا الموسم اللي بيلعب في الدرجة التانية في الدوري الفرنسي يا كيف يقولك انه يعني مسجل تقريبا 17 جول وعمل 12 أسست يعني 39 هدف مشارك فيهم عدد مساهمات اكتر من عدد المباريات اللي اتلاعبت ودوري فرنسي درجة تانية اه مش قوي اوي لكنه في النهاية دوري فرنسي الحقيقة انه اللاعب ده والصورة دي هي من تفاوض كان بالفعل قائما 29 مساهمة 17 و12 هذا الموسم كان بالفعل فيه تفاوض قائم في يناير الماضي ما بين الاهلي وهذا اللاعب وهو عقده بينتهي بنهاية هذا الموسم توقفت المفاوضات وقتها بسبب المطالبات المادية لللاعب مع السقف اللي حطه الاهلي للتعاقد مع اي لاعب اجنبي ستعود من جديد المفاوضات لسه اللاعب في حسابات النادي الاهلي لكن اللاعب برضو بيفاضل ما بين عروض اخرى فتعالوا نستعرض كواليس هذه المفاوضات اللي تمت وربما تتم في المرحلة المقبلة اللاعب دخل لحسابات الاهلي في يناير الماضي مش دلوقتي فقط دخل مسؤول الاحمر في مفاوضات مع وكلاء اللاعب لحسم الصفقة والتوصل معه الاتفاق يقضي بضمه نهاية الموسم لكي يحصل عليه الاهلي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه لكن لم ينجح الاهلي خلال يناير التوصل الاتفاق مع اللاعب بسبب طلباته المالية المرتفعة في الوقت الذي تتوقف فيه ميزانية الاهلي عند حد معين انتشرت صورة لامير توفيق خلال محادثة فيديو كونفرنس قبل قيل انها خلال المفاوضات في الوقت الحالي وتأكد الماتش انها تعود لشهر يناير الماضي ليست جلسة تفاوض حديثة اهتمام الاهلي باللاعب تجدد بالفعل في الفترة الحالية حدث تواصل مع ممثل اللاعب من بعض الوسطاء لتجديد المفاوضات لكن الامر لم يلقى اهتمام اللاعب ووكلائه لعدم التوصل الاتفاق في وقت سابق يبحث اللاعب عن العروض الاخرى التي وصلته بحثا عن عرض مالي كبير حيث ينتهي تعاقده مع ناديه في صفقة انتقال حر هيبقى من حق انه يمشي طيب خلينا نروح معكم الى مصري اخر لكن مش على مستوى اندية لكن على مستوى مصري